المنطقة المبين 8000 و 8200 تمثل نقطة دعم قوية للسوق لأن لو رسمنا الأب تريند بتاع السوق من الليفلز قديمة يمكن ترجع لسنة وراء هلاقي أن السوق فيه أب تريند مهم جدا بيقابلنا في المنطقة ما بين 8000 و 8200 طبعا السنتمين ضعيف الناس عندها شيء من السلبية جاي من ناحيتين الناحية الأولانية بعض الاضطرابات السياسية الموجودة في المنطقة في العراق وخلافه وأثرت فعلا على أسواق العربية اللي حوالينا بشكل كبير الشقة الثانية جاي من فرض ضرائب على البورصة وده طبعا شيء المستثمرين شايفينه بشكل سلبي وحيأثر على إقبالهم على البورصة في الفترة القادمة التوجهات بالنسبة للمصريين إلى أي مدى ستبقى بعمليات بيعية أستاذ محمد وإحنا يمكن شوفنا على مدار هذا الأسبوع العرب يمكن ينقسم توجههم للشراء ما بين سندات وما بين أسهم هل في تفسير لهذا السلوك اليوم بالنسبة للعرب بالسوق المصرية شوفنا الفترة اللي فاتت نزول جامد في الأسواق الخليجية الإمارات نزلت بنسب كبيرة وسط لـ 25-30% من أعلى نقطة جابتها السعودية نزلت حوالي بنكلف حوالي 5-6% من أعلى نقطة جابتها قد يكون ده جزء من الريالوكيشن بتاع المستثمرين في المنطقة يعني قد يكون حصل في الدول اللي كانوا مركزين فيها أكثر خاصة الإمارات وشايفين أن الفرصة الخادمة قد تكون في السوق المصري وخصوصا أن السوق المصري عمل قبليهم شوية نحن الـ 8-800% اللي احنا جبناها قبليهم شوية ونزلنا حوالي 10% من ساعتها فأنا أعتقد أن ده جزء من المحافظ بتاع المستثمرين في المنطقة أن هم خرجوا من بعض الأسواق اللي نزلت جامد أو الفترة اللي فاتت وبيحطوه في السوق المصري اللي هو أكثر أمانا وأقصى حاجة نزلها من البيك بتاعته حوالي 7-8% فأنا أعتقد أن ده جزء من رياليكيشن بتاع المستثمرين لفلوسهم في المنطقة طيب بالنسبة للشركات كنا تابعنا خبر القلعة التي وقعت عقد بيع كامل لأسهم شركتها سيفينكس للزجاج كيف تقرأ هذه الصفقة أستاذ محمد بالنسبة للقلعة إلى أي مدى يعني الإيرادات التي ستجنيها من عملية البايع ستكون لديها تأثير أيضا ربما على أرباحها بالربع الثاني أنا شايف أن الإيجابية جاية من هم ملتزمين بالسياسة العامة اللي هم أعلنوها من حوالي سنة قلعة أعلنت من سنة أنها ستتحول من برايفت أكوتي لشركة استثمار طويل الأجل وأنهم سيركزوا في ثلاث قطاعات أساسية وستخرجوا من القطاعات الأخرى اللي هم مش هايبالكور بيزنس بتاعهم الشركة اللي اتبعت النهاردة خارج عن دائرة اهتمامهم اللي هم أعلنوها في الاستراتيجية بتاعتهم مؤخرا وبالتالي ده متمشي مع السياسة بتاعتهم بالخروج من نونكور بيزنس اللي هم فيها ومن ناحية تانية بتدخلهم سيولة تساعدهم في عملات استثمارية أخرى وجديدة في القطاعات اللي هم منويين يركزوا فيها الفترة الجاية فالإيجابية جاية من هم مرتزمين جدا بالسياسة اللي أعلنوها وماشيين فيها بخطة سابتة وبنجاح طيب العربية للاستثمارات عم تسعى لإعدام أسهم الخزينة في محاولة لتخفيض رأس المال بالمقابل رح تعمل على زيادة رأس المال من خلال إعطاء أسهم مجانية بالنسبة للمستثمرين أستاذ محمد يعني ما هو الهدف من هذه الخطة هل هي تحاول تجنيب يمكن عمليات توزيعات بالنسبة للمستثمرين والمساهمين يعني أعدام أسهم الخزينة ده قانون المفروض لما يعدي عليها سنة لازم يتم أعدامها ونشق الإيجابي بتاعها بأنها عدل أسهم طبعا حيقل والتالي الربحية السهم هتزيد وتزيد يعني الفاليوشن بتاع السهم بيتحسن لو اشتغل على PE multiple مثلا بما أن ربحية السهم هتزيد وجامل الفير فاليو يعني باستخدام PE multiple في الحالة دي القيمة للشركة ممكن تعالى من ناحية تانية زيادة يعني التوزيع أسهم مجانية ده أنا أعتقد نوع تجنبا أن هم يوزعوا أسهم يعني توزيع نقدي فهيوزعوا ويعملوا توزيعات للناس ترضي طموحات المستثمرين في هذا السهم بس من خلال أسهم مجانية على أساس أن هم ما يخرجوش كاش من الشركة ويبقى التوزيع في شكل أسهم مجانية جديدة نعم